اشتركوا في القناة وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكفر عدتهم واشحب أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهين وعبضهم بالناصر وأعنهم بالصبر والطفلهم في المكر اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلق ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصفوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم وقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العداد واملأ أفئدتهم الروع واقبض أيديهم عن الباس واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به بيارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيره ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك اللهم اغزب كل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد وسائر أمم الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنى وأبدانهم من القوى وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدرين تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقضوف وافراها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسكم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسرى وهيئ له الآم وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستطوله الظهرى وأسبغ عليه في النففا ومتعه بالنشاط وأطفع عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحش وأنسه ذكر الأهل والولاد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلام وأعفه من الجوب وألهمه الجرؤة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنان وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولاك فإذا صاف عدوك وعدواه فقللهم في عينيه وصغر شأنهم في قلبيه وأدل له منهم ولا تدلهم مين فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلمين خلف غازيان أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فأجر له فأجر له مثل أجره وزنا بواز ومثلا ببيت وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلمين أهمه أمر الإسلام وأحزمه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوان أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاق أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاتب اسمه في الغابدين وأوجب له ثواب المجاهدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين